السلام عليكم مرحبا بكم من جديد في قناة عالم سارة يسوف كنت منى الفيديو اليوم يلقاكم بخير وعلى خير لكي يشوف القناة الي الاول مرة تقول لي مرحبا بك لا تنساش تدرجم الفيديو وتشترك في القناة الي اعجباتك وتفعل الجرس باش وصلك كل ما هو جديد اما وصفة اليوم كنقترح عليكم بريوات بالكفتة والبشامل من اعلد الحشوات اللي يمكن لكم تحضروا بيهم مع الطريقة الطيية ديالهم باش متخرش لنا الحشوة وحتى الطريقة الاحتفاظ بهم ما غنطولش عليكم وغندوزو ديركت المقادر والطريقة التحضير غنبدو بالحشوة غنجبو هنا مقلع غندرو فيها شوية ديال زيت بغش غنشحرو البصلة قدرو ديرو الزبطة الى بغيتو هنا عندي وحد جورة البصلات كبار مش للضين بما ان هاد الحشوة يعني ما غنقدروش نديرو فيها الخضر غندرو فقط الكفتة والبشامل يعني ان نكترو البصلة كما ان البصلة ضغية كالدوب ما كتبقىش بينه احنا نديرو جوج ديال البصلات الكبار اللي يكون مش للضين هكا قدرو ديرو في المينيا عشوار باش هكا تكون مقطعة رقيقة سافي هنا غنخليها في المقلع تشحر غنضيف لها غي شوية ديال الملحة ما هكا بجد طيب اللي يضغيه هنا الملحة كتبقى على حسب الضوق هنبقى نشحر في البصلة حتى الطيح سوف نضيف عليها الكفتة سافي من اللي قطيح البصلة نجيب هنا الكفتة عندي تقريبا هنا وحد الخمستاشر درهم ديال الكفتة ديال البكري من الاحسن تكون ديال البكري بغيت نقول لكم ديرو ديال بيبي ولا ديال 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 كرومي ولكن بالبكري كتجي ألد يعني حتى ديال الدجاج ولا ديال البيبي كتجي زوينة ولكن كتجي ناشفة ماشي بحال ليا البكري سافي هنا غن نحاول نفتسدك الكفتة باش طيب ليها مزيان ومالذي بدا يدخل لها الطياب غنزيد لها للعطرية هنه غن ضيف شوية ديال البزار ولا الفلفل الاسود غن ضيف شوية ديال سكنجبير هن العطرية ستوقع لحسب الطوق وش كتجي بغيوها كتيرة ولا قليلة وغنزيد هنه يال تحميرا ولا الفلفل الاحمر ولا البابريكا وغنخلط هنه تقدروا تزيدو العطرية اللي عندكم لها ديال العطرية الميكسيكية توابي الميكسيكية عطرية ديال الحام يعني شي عطرية اللي ولفتوها ولا جربتوها وعجباتكم في الصندويش تقدروا تزيدوها كتعطل بالنا هنه غنزيد شوية ديال تاو مغبرة وغننخلط كيف ما يمكن لكم تزيدو الاعشاب المنسبة اللي عندكم انا احنا كتافيت فقط باربع مقطع غنخلط وغنخلي الكفتة طيب ونطفي عليها عاد باش غنزيد اليها سلسة البشامل هنه سافي مليتابت تفيت عليها وغنزيد سلسة البشامل سلسة البشامل سبق لي وحضرتها معكم في القناة غنخلي لكم الرابط دياله في صندوق ديال الوصف اللي بغي يشوف الفيديو غير هنه يستعملت غير نحن نصبر رابعة ديال الحليب ، ميشن السيدره يعني نصف الكيميه ديال الوصفه اللي حضرت معكم في فيديو وبعجاله غنانعتكم الوصفه غنديرو مع القدية الزبدة في كاسرول الدوب حتى الدوب بعد باش نضيفو لها مع القعمرة ديال التقيق يعني مع القدية الزبدة فمع القدية التقيق ونخلطوهم زيان حتى تبليد ديال التقيق لي chainي مدة ديال دقيقة حتى الجوج دقائق من بعد غننا نصب عليهم رابعة ديال الحليب اللي يكون بحرارة المطبخ ما يكونش بارد ونبقى نحرك بدون توقف ونزيد شوية الملحة ولي بزار وشوية القوزة حتى سبدا تعقاد سبدا تعقاد نحيدوه نخليها حتى تبرد عار باش نضيفها بالحوشوية هنا غنضيفو حد البشاميل اللي تكون عاقدة وحد شوية هنا الورقة غنحيد لها دك الجناب لأنهم تكونوا ناشفين وقاسحين لهم في الأول نحيدوهم هنا الورقة را قسمتها على زوج ومن الأحزن الورقة ما نجيب واحدا نكونوا صافي بغينا نخدمو بها باش هكت بقلينا من زيانة هنا من بعد ما قسمت الورقة على زوج وحيت لها دك الجناب غنجيب ندهن سطح العمل بالزيت وغنحط الورقة اللي تهيه غندهنها من الوجه دي ما نجيها الحرشة اللي نقسوها غا تكون حرشة هي اللي غنحطو عليها الحشوة والملسا هي اللي تكون على سطح العمل المهمون دهنوها مزيان من تحت ومن الفوق هكت بجينا مقرمشة ومن الأحسن نديرو غير الزيت ما نديروش الزبتة هنا درجس معلقة كبيرة دي الحشوة وغنزيت شوية دي المودزاريلا تقدروا ديرو فرمج حمار الشدر يعني اي جوبن متوفر عندكم غنجيب غنطوي هاد الجنب على الجنب الاخر ونحاول نشكل متلات غيب شوية المغربيات كلهم كيعرفو ده بيشكلوا البريوات سافي هنبقى نحاول نحافظ على ديك المتلات وغنجيب هنا عندي شوية ديال الفورسة شوية ديال الماء باش غنصد ديك البريوات باش ميتحلوش ليه في الطياب وهكا كيجي مشكل ديال البريوات كيفما قلت مني الاحسن نستعملو غير الزيت لان الزبدة بعد المرات يبقى فيها الماء ذاك الماء يخلي البريوات يورطوير ما كيسبقاش الورقة مقرمشة اللهم نديرو غير الزيت بوحدها وصدقونك يجيو مقرمشين سافي هنا هنجيب نكمل بنفس الطريقة هنا الحجم ديال البريوات كيبقى ليكم يعني تقدروا ديرو الورقة تقسموها على 4 وتشكلو 4 ديال البريوات من ورقة واحدة كيفما يمكن لكم نديرو بحال هكا غير هكا كان نكونوا ضامنين ان البريوات ما كيتحلوش في الطياب وورا ما كتجيش الورقة كثيرة بالعكس كتجي مقرمشة مهمو اننا نديرو الحشوة بحد الكمية اللي معقولة ونزيلو شوية للفرماج كتجي لديدة جدا سوف نكمل بها الطريقة حتى نكمل الحشوة ديالتي كاملة واهم حاجة كيفما قلت هي انني نسد البريوة لديك العجين اللي صيبت من الفرس والماء باش هكا ما يتحلوش لي يفضب هنا كيبقى لكم الاختيارة تدخلوهم الفرران ولا تقليهم اما بالنسبة لكيفاش غد تحتفظو بهم بلا ما ندخلوهم للفرران اللي والوكي اللي كي شمعهم انا تنقول من الاحسن اننا نجمعوهم في بلاستيكا يعني نشوف العدد اللي غا نستعمل من اللي غا نبغي نحضر البريوات نجمع ذاك العدد اللي بغيت نجمعوه في بلاستيكا ونخرج منها لهوا ما نخليش لهوا الداخل سوف نغلقها مزيان ونضرها في فريقو يعني ما نخاف من وعلو وقت ما بغيتها اي لكنا نديروهم في الفرران بلا ما نجبدوهم من قبل بالعكس نجبدوهم وندخلوهم دي لكت الفرران هكذا كي يجيوا البريوات ديولي الحشودياتهم الديدة كنصحكم انكم تجربوها غا نبعكم بزاف شهر رمضان ما تنسوش اللي عجبكم الفيديو تشتركو في القناة اللي عجبتكم تخليوا ليات عليكم محفز وتبرتجو الوصفا في مواقع التواصل الاجتماعي وشكرا لكم الى فيديو لاحق ان شاء الله اشتركوا في القناة